السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عابده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والثواب إنه خير مسؤول نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات أم سكينة السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله حياكم الله سؤالي الأول للشيخ بالنسبة لبكات المال أنا كنت سأتقى من قبل يريد أن يخرجوها لكن لا أريد أن أرسلها عن طريق البريد عندي أختي ستذهب إلى المغرب خير الأسبوع هل يجوز لا يسمعني هنا إذا أعطيتها هي بدل من أن أرسلها على البريد طيب السؤالي الثاني للشيخ بالنسبة عندنا هنا ظاهرة في فرنسا عندما يموت شخص سواء الزوجة والأبنة والأخوان يذهب العائلة تذهب به إلى المغرب ليدفنوا عندما تعود العائلة هناك الأخوات يذهبون لتقديم العزال للأخت هي في عودة تستقبل كل مرة امرأة واثنة وثلاثة تجمعهم يوما ما وتجعل يكرم طعام وتجمعهم ويكون هناك درس وموعدة هل يجوز هذا يا شيخ أم هل فيه هل هو بيدعاء أم جائزا طيب إن شاء الله يمسكين سؤال أخير من صدك كان ممكن بالنسبة لذكاة الأفضل نخرجها بقيمة الفضة بقيمة الذهب إن شاء الله أكرمك الله أهلا وسهلا فضل يا خليفة السلام عليكم عليكم السلامة الله أسأل الله أن يجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك آمين أزاك الله خير سؤال يا شيخ أنا أقرأت أحد الأشخاص مبلغ من المال وهو يعني تقريبا أرجع لي تقريبا نفس المبلغ نعم بعد مدة والدي جاني وقالي نريد الزوج بنت الشخص هذا نعم سرنا خطبنا للبنت اتفقنا على كل شيء إلا المهر أي إنه الشخص هذا اقترح عليه إن اللي باقي عليه من القصد أسقطها أسقطها ونعتبره جزء من المهر وقالت له ما أدري هل هذا الشيء يجوز ولا لا شاء الله يا خليفة شكرا شكرا مرحب مرحب فضلي علي السلام عليكم عليكم السلام يا خلال سمحة أندي أربعة السلام فضلي علي سواء الأول بالنسبة صلاة للجمعة أي هل يشترط أن تكون أن يصلي بهذا الخطيب أم عادي يكون من شخص آخر غير الخطيب طيب سواء فعادي بس بعض الناس يعني في اللدئية يقولي اللهم أنه نسألك في يوم القمعة أو ليلة القمعة أو يوم عرفها ما حكوم في ذلك أو يوم عاشورة كيف حد اليوم يعني يعني الله من يسألك بيوم الجمعة أو يوم عرفها أو ليلة القمعة يعني كذي ما حكم شاء هذه الدعاء شاء شاء سواء الثالث بالنسبة لخطبة القمعة ما حكم يعني سردها بدون القلوس يعني بكرة قصيرة لمعما أن يسردها سرد شاء بدون قلسة الاستراحة نعم سواء الرابع بالنسبة في شهر محرم يعني بعض الناس من بعض المذهب عندهم شعائر وطقوس يعني في المعات وهذا ما حكم حضورها يعني ولا أكل من أكلهم وخداياتي دعوة يعني هل أحضر أم أرسل شاء الله علي شكرا بارك الله فيك بارك طيب الأخ أنور من فرنسا بالأمس بقي لسؤال طبعا يقول بأنه متزوج وموجود في فرنسا يعمل يقول أخي لا يعمل في بلدي ويريد أن يأتي إلى فرنسا للعمل يقول أنا يعني قبلت في البداية قلت سأدفع لك يأتي لتحسين وضعه وبعدين فكرت وقلت لا أنا ما أستطيع خفت عليه يقول يأتي لي بلاد غير بلاد المسلمين وكذا يقول غضب علي وغضبت علي الوالدة وشيء من هذا القبيل يقول قاطعوني هل يعني الآن يجوز لي أني أدفع له حتى يأتي خاصة يقول أنور بأن يعيش في مجتمع مسلم ولله الحمد عندهم مسجد يعني الحي الذي يعيش فيه ولله الحمد مظاهر الإسلام يعني مبينة وظاهرة فيسأل أنور أنور بارك الله أولا بالنسبة يعني بالنسبة لأخيك عدم ذهابي لا شك بأنه هو الأفضل عدم ذهابي هو الأفضل ويبقى في بلده ويعمل في بلده ويحرص على بر والدته والبقاء في وطنه هذا هو الأصل هذا هو الأصل الأمر الثاني كونك أنت وعدت وعدت أخاك بدفع قيمة التذاكر أو الرحلة ثم تراجعت وكانت نيتك المحافظة عليه ما أجور على هذا ما أجور على هذا الآن عندك الآن مفسدة ثان مفسدة انتقال أخيك إليك هناك ومفسدة مقاطعة والدتك ومقاطعة أخوك لك فهنا أنا الذي أراه لك بأنك تدفع المفسدة هذه الكبرى بالسماح لأخيك ومساعدته على الإتيان عندك بشرط أنك تبلغه بأنه يكون حولك ومعك ويشهد الجمعة ويشهد الجماعة ويبحث عن عمل نظيف ليس فيه شيء محرم أنا أرى لك بأنك تسمح له وتساعده في هذا ما دام أنك تزعم بأنك تعيش في منطقة ولله الحمد غالبيتها من المسلمين هناك مسجد تقام في شعائر الجمعة وأيضا الجماعة لديكم رفقة صالحة لا بأس بهذا دفعا للمفسدة التي حصلت بسبب يعني مقاطعة والدتك لك وأيضا مقاطعة الأخ لك أم سكينة من فرزها تقول يعني أبنائي يريدون أن يخرجوا زكاة المال تقول يعني هل لو يعني أعطيت أختي التي تريد الذهاب إلى بلدنا الأصلي المغرب هذا بدل ما أبعثها في البريد أختي أم سكينة بارك الله فيك الجواب نعم يجوز لك أن ترسل الزكاة سواء مع أختك عن طريق البريد عن طريق مع معرفة أهم شيء أن يكون الناق الأمين أهم شيء أن يكون الناق الأمين فإذا كان أمينا ويوصل الزكاة لمستحقيها طيب سواء بأي وسيلة من الوسائل أم سكينة تقول عندنا ظاهرة لما يموت شخص مثلا ويذهبون به إلى مثلا البلد الأصلي المغرب وتقوم الأخت في يعني استقبال المعزين تقول تصنع طعام ثم يكون هناك درس وموعظة تقول ما حكم مثل هذا التصرف أختي أم سكينة بارك الله فيك أولا بالنسبة لمسائل العزة المرجع في هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبمراد النبي وبمقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان أهل الجاهلية لديهم طقوس في مسألة العزاء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع من زيارة المقابر في أول الأمر ثم أذن لما استقر الإسلام وعرفت الحدود وتبينت المعالم معالم السنة من البدعة كذلك مسائل العزاء كان هناك نعي في الجاهلية النعي المحرم كان هناك لطم للخدود وشق للجيوب ونثر للشعر والدعاء بدعوة الجاهلية منعها النبي عليه الصلاة والسلام كان أهل الجاهلية يصنعون من مات له ميت يصنع له الطعام ويجمع له الخلقة ويقيمون المآتم منع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كنت الفاضلة ما ذكرته أخف إلا في مسائل دقيق فبالنسبة للتعزية معناها التسلية التعزية معناها التسلية يعني يأتي الناس فيعزون المصاب بفقد أحد أهله بالكلام الطيب أحسن الله أزاك عظم الله أجرك غفر الله لميتك اصبر واحتسب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ويدعى للميت قضية أن أهل الميت يصنعون الطعام هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام و لذلك يقول جرير معبد الله البجلي كنا نعدوا الاجتماع إلى الميت وصنع الطعام من النياحة من النياحة النبي عليه الصلاة والسلام حرم النياحة وتوعد النائحة بالعذاب يوم القيامة تبعث النائحة يوم القيامة وتقام عليها سربال من قطران من جرب والعياذ بالله لأن النائحة تبيع دمعتها بشجو غيرها فهي تقول الكلام الهجر الكلام الذي يتسخط الكلام الذي يجعل أصحاب أهل الميت يبقون في حزن دائم حتى يشعرون باعتراض على قدر الله وأن موت هذا الإنسان ليس عدلا ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام النياحة حرم اللطم اللطم وضرب الخدود وشق الثياب ونفش الشعر ما يصنعه النساء للأسف يوجد من نساء المسلمين الآن من يفعل هذا خمش الخدود ولطم الوجه ونثر الشعر وشق الثياب هذا من أعمال الجاهلية هذا من أعمال الجاهلية أيضا ولذلك ما يصنع أهل الميت الطعام للناس يقول تعالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر ابن عمه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم فالناس هم الذين يصنعون الطعام أما أهل الميت يصنعونه يصنعونه مثلا جاءهم ضيوف من خارج الدولة من منطقة أخرى وما وجدوا مطاعم ما وجدوا فنادق ممكن يأتون يتصرون بالمطعم يأتي لهم بالطعام أما يصنعون اعتقادا منهم أن هذا من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا عبادة عندما يموت الميت يصنع أهل الميت الطعام هذا ممنوع ولا يجوز الأمر الآخر قضية الوعظ بعد العزاء هل هذا مشروع؟ يعني ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أصلا يجلس للعزاء بمثل الصورة التي يجلسها الناس الآن كان عليه الصلاة والسلام يعزي ولذلك قال العلماء التعزية في كل مكان في المسجد في المقبرة في الشارع في البيت في كذا وما كان في مواعظ ودروس بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد جنازة جلس قبل أن تلحد قبل الدفن فكان يعز أصحابه يعز أصحابه قبل الدفن جلس يعزهم والعلماء يقولون هل هذه الموعظة كانت مقصودة أن سنة من سنن الدفن في المقابر مثلا أم أن النبي عليه الصلاة والسلام استثمر الوقت الذي جلس الناس يحفرون القبر فذكر أصحابه وبكى عليه الصلاة والسلام بعد الدفن ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام ولا وقف يلقي موعظة أو يلقي درس مثل ما يفعل بعض الناس الآن هذا غلط ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل لأن الوحي نزل عليه وأخبره بأن هذا الرجل الآن يسأل نحن لما ناتي بعد الدفن نقول للناس استغفروا لأخيكم ما نقول فإنه الآن يسأل لأننا ما ندري هذا غيب هذا غيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام نزل الوحي عليه وأخبره بأنه يسأل الآن وجاء في الحديث الآخر وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين يعني أحيانا يأتونه الملكين يأتونه الملكان بعد فترة زمنية لذلك أختي الفاضل أنا ما أعرف نص على أنه والله هناك درس بعد الدفن هناك درس في العزة أو موعظة ما أعرف لكن ممكن أنت يا أم سكينة حضرتي مثلا عزيتي فلانة وقلتي لأصبري واحتسبي هذه الدنيا يقول الله عز وجل كل من عليها فان الصبر ثوابه عظيم وأجره كبير الذكرين لكني أجيب إنسان وأجلسه وأقول يلا إلقي الدرس ما في دليل أو إلقي موعظة ما في دليل أبدا لكن تسلية المصاب بشكل فردي اصبر واحتسب يعني تسلية بالنصوص القرآنية بالأحاديث النبوي بالقصص الواقعية فلان مات في عز شبابه فلان كذا الحمد لله وهذه يعني الكلمات اللي معروفة ما أعتقد بأنني أعلم الناس وأعرف الناس بها فلذلك أختي الفاضلة نبهوا هؤلاء واضح بأن اللي ذكرتيهم أخيار وفضلة ويحبون الخير لكنهم أخطأوا صنع الطعام من أهل الميت لهذا الغرض هذا من البدع الجلوس وضع درس وموعظة رسمية يجمع لها الناس ويجمع لها النساء هذا أيضا مخالفة شرعية أم سكينة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لزكاة الذهب يعني أو زكاة المال عفوا تقول يعني أن نخرجها بنصاب الذهب أو الفضة أختي أم سكينة بارك الله فيك طبعا هذا محل الخلاف بين العلماء من أهل العلم من يذهب إلى أنها تحسب بنصاب الذهب ومنهم من قال تحسب بنصاب الفضة ومنهم من قال بأنه ينظر إلى الأحضل الفقير وهذا هو القول الذي يجمع بين القولين فما هو الأحضل الفقير الزكاة تحسب بالفضة لأنه إذا قلنا بالفضة يعني توسعت مسألة الزكاة فكل من ملك نصابا بحساب الفضة نصاب الفضة يزكى فاللي عنده خمسة ألاف أو أربعة ألاف يزكي قالوا هذا أحضل الفقير خليفة من العين بارك الله فيه يقول أنا أقرأت شخص مبلغا من المال يقول رجع لي النصف بعد فترة من الزمن ابني بعد مدة أراد أن يتزوج بنت هذا الشخص يقول فاقترح علي هذا الرجل أنني أجعل المبلغ المتبقي هو المهر بحيث يسقط في مقابل المهر يقول هل هذا جائز خليفة بارك الله فيك ورضي الله عنك ومأجور على يعني القرض لهذا الشخص ولغيره أمر الثاني لا بد أن نعلم يا إخواني ويا أخواتي أن المهر حق للفتاة حق للبنت حق للزوجة و لا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا إلا برضاها و لذلك أخي الفاضل من حيث الأصل يجوز بشرط واحد أن البنت تأذن فيها أو يتعهد صاحبك هذا الذي هو والد الفتاة تعهدا خطيا أو يشهد عليه بأن هذا دين سينتقل هذا المهر يكون في ذمته يكون مهر في ذمته لابنته على أن يعطيها المهر هذا و إن قدر الله توفي تأخذ البنت هذا المهر من التركة لأن هذا دين لها على والدها فإذا كانت البنت موافقة ما في شيء أما قضية أن الأب يقول أسقط الدين في مقابل المهر لا يحق له ذلك إلا أن يستأذن ابنته و أن يخبر ابنته بأنه والله هذا الواقع فإذا أذنت برضاها بشرط أن تكون برضاها لا تكون ترضى تحت ضغط خجل أو تهديد من والدها أو حياء منه مثلا يجوز في مثل هذه الحالة ما دام أنها راضية و قالت أنا الحمد لله عندي قدرة أن يجهز نفسي و شيء من هذا القبيل ما في بأس في مثل هذه الحالة على أن يكون دين في ذمة والدها لها إلا أن تسقطه فإذا أسقطت والساقط لا يعود فضل يوم نايف عليكم السلام عليكم عليكم السلام أرسال الله جونك يا شيخ خير و نعم و فضل الشيخ أنا أسألك سؤالي الحين نصوم التاسع والعاشر بدنا الحين فيه اليوم الثلاثة والأربعة والخميس بغيت أصوم عشان البيض يصير يوم الخميس أول أبي أكمل هذه ثلاثة البيض يصير إن شاء الله و عندي بنتختي عطتني و أنا حلفت عنه و هي لا أحلفت و أنا حلفت و هي أحلفت شالتهم بنتي و جابتهم شلو أنا حين يعني هي حلفت إنها تعطيكية تخضين و أنا قلت لا ما بي و قالت لا والله تخضين الخالق بي بي أخذتهم البدقات عشان بشمال تلز إن شاء الله يعني يصير شيخ الله يتزاك خير إن شاء الله مرحب 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 و عليك مسعيد السلام عليكم و رحمة الله و رحمة الله سلام عليكم مرحب أختي عافيك عندي سوالين طال عن ركت فضلي السوال الأول هل يجوز على القبر أن ن يعني مشان بس عشان أنهم يوم يوم العيال أنا ما روس إن سامع بالحديد ما روس نعم بس العيال يقولون يوم الروح يعني يمسك الرمل على قبر وازينا و أقواننا يحطون حاجز يعني يعرفون يكتبون رقم عليه أو ماذا شاء الله لأن المقبرة طال عمرك مرصوصة وائد من الموتى ومنها يقولون في المرات أنني سيدة نريد أن نحصل الرقم ونكون حاجز عشان الرمل لا يروح إن شاء الله كيف أنا أستغفر أقول الله ما أقفل للوالدي أو أقول الله ما أقفل للمؤمنين جميعا وأبغي أخص والدي متائبة بالدعاء والصفار وفي سوال واحد ثاني الحين طال عمرك كان يوم تأكل يوم كتبتلك أن الإنسان يعطونهم مهلة مثلا سوالين ثلاث أسيدة تكفي يعني عشان يعطون غيرهم الفرصة لأن البرنامج يعني يخلصوا بالناس بعدها ست 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 وأعطيهم في ناس سبعة في خمسة في ست سألة حتى البرنامج ينسهي عطوهم يعني وقت إن شاء الله أبشر يا مسعيد وهل البكاء أنا ما عبقي بصوت عالي بس ذكر أخواني وذكر أهلي ووالدي وأبقي بيني وبين نفسي ما عبقي بصوت عالي هل عليها إن شاء الله يا مسعيد شكرا لك وطول عنك يا أبي مرحب 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 طيب أرجع للأسئلة عندي الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة الجمعة هل يشترط الذي يصلي أن يكون هو الخطيب علي بارك الله فيك لا شك بأن الأفضل الذي يتولى الصلاة من تولى الخطبة لكن لو حصل للخطيب ظرف مثلا طار كبحة في صوته أو إعياء مثلا يجوز أن يتقدم المؤذن أو من يقدمه الإمام وليس من شرط صحة الصلاة أن يكون الخطيب هو الذي يتولى الصلاة في صلاة الجمعة لكن هذا العصل والأفضل هذا العصل والأفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى الصلاة والخطبة يخطب ثم يصلي وكذلك الخلفاء الراشدين لكن العلماء ما ذكروا على أن هذا شرط من شرط صحة الصلاة أنه لازم يكون نفس الإمام بارك الله فيك علي بارك الله فيه يقول أسمع بعض الناس إذا دعي يقول الله من أسألك بيوم الجمعة أسألك بيوم عرفة ما حكم ذلك علي بارك الله فيك هذا الدعاء لا يجوز لا يجوز إنسان يقول الله من أسألك بيوم الجمعة الله من أسألك بيوم عرفة مثلا الله من أسألك برمضان هذا لا يجوز وإنما يسأل الله تعالى بأسمائه يقول يا الله يا عليم يا حكيم يا رزاق يا غني هكذا والتوسل إلى الله عز وجل أنواع من التوسل إلى الله تعالى بأسمائه يا رحمن أرحمني يا تواب تب علي يا غفور اغفر لي يا غني أغنيني يا ستير استر علي ستير على وزن بصير يا ستير وليس يا ستير لا يا ستير استر علي مثلا وهكذا الثاني التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالح اللهم بيحبي لك اغفر لي اللهم بيحبي لنبيك اغفر لي اللهم بيحبي لأصحاب نبيك تب علي أو اغفر لي اللهم بيحبي لأمهات المؤمنين اغفر لي اللهم بيحبي للعلماء الصالحين هذه محبة شرعية ولذلك يجوز التوسر إلى الله بمثل هذه الأعمال الصالح الثالث التوسر إلى الله بدعاء العبد الصالح تقول لي مثلا والديك دعولي يجوز يجوز للشخص يقول والديك دعولي يجوز أن يقول لشخص عابد عالم صالح يقول دعولي ورد في الحديث وإن كان يسناده منتقد يقول النبي عليه الصلاة والسلام علي عمر وقد أراد السفر لا تنسانا يا أخي من دعائك لكن هذا له أصل هذا له أصل كان الناس يدعو بعضهم لبعض هذا من التوسل على المشروع أما يقول الله من سألك بيوم الجمعة هذا ما جاء لا في القرآن ولا في السنة الله من يسألك بجاه نبيك هذا ما ورد الله من يسألك بجاه فلان السيد فلان مثلا أو بجاه والدي أو بجاه أمي هذا كله من التوسل الممنوع علي يسأل يقول بالنسبة لخطبة الجمعة إذا سردها الخطيب ولم يجلس بين السجنتين ما حقو ذلك علي بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب الجمعة جلس بينهما جلسة خفيفة ثم قام ليكمل الخطبة أو ليأتي بالخطبة الثانية ولذلك من أهل العلم وهم جمهور العلماء ذهبوا إلى أن خطبة الجمعة هي خطبتان يفصل بينهما بجلوس وقالوا بأنهما ركن من الأركان ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة وليس بركن والذي يظهر بأنها يعني لا تقل عن الركنية عفوا لا تقل نعم يعني لا تقل عن الوجوب لا تقل عن الوجوب ولذلك هي إلى الركن أقرب وسرد الخطيب للخطبة بحيث يخطب خطبة واحدة هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهدي الصحابة الكرام وما عرف عن أحد من الصحابة أنه كان يخطب خطبة واحدة في يوم الجمعة الكلام في صلاة الاستسقاء في صلاة العيدين هذا محل خلاف قوي لكن في صلاة الجمعة لا في صلاة الجمعة لا علي من عمان يسأل يقول يعني هناك بعض الناس في شهر محرم لديهم بعض الشعار والطقوس يقول ما حكم مشاركتهم وما حكم الأكل من طعامهم علي بارك الله فيك بالنسبة لشهر محرم هو أحد الأشهر الحرم التي جاء ذكرها في قول الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان وهذا الشهر من السنة أن يصام كله فقد صح من حديث أبي هريرة عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ويتأكد صوم يوم العاشر الذي هو عاشورة عاشورة الذي كان بالأمس يوم الاثنين والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي قتادة قال أحتسبوا على الله يكفر السنة التي قبله يعني الصيام يوم عاشورة صيام يوم عاشورة وجاء أيضا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع لا أصومن التاسع ولا يعرف حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أثر عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يأتون بغير هذه الأشياء في شهر محرم ولذلك صنع الطعام مثلا أو التوسيع على الأهل والأولاد أو مثلا يعني الإتيام بطقوس معينة تخالف هذا كل من البدع كل من المحدثات النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال عليه الصلاة وسمع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار و لذلك لا يجوز الإنسان أن يشارك الناس في بدعهم و في محدثاتهم و في خرافاتهم لا يجوز كيف المسلم اللي الله عز وجل منع عليه بالهداية و منع عليه باتباع القرآن و باتباع السنة و باتباع هذه الصحابة كيف يشارك الناس في البدع و المحدثات و كيف يشاركهم في الأكل أيضا في هذه المحدثات و البدع فينتبه المسلم يا علي بارك الله فيك و يحمد الله على نور السنة و الاتباع هذه نعمة من نعم الله و الحمد لله الذي هداني و هو يرى كثير من الناس يقعون في البدع و المحدثات و الشعبذات و الخرافات يقول الحمد لله و يحمد الله و لا يشارك أهل البدع بدعهم أم نايف من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول أم نايف تقول يعني ممكن أصوم 13 و 14 و 15 بعد ما صمت عاشورة و يوم تسعة تقول حابة أني أصوم البيض أم نايف بارك الله فيك الجواب نعم النبي عليه الصلاة و السلام كان يوصي بصيامي ثلاثة أيام من كل شهر و هي 13 و 14 و 15 فأنت الحمد لله يعني صمتي يوم الأحد اللي هو تسعة و صمتي يوم الاثنين اللي هي عشرة و حبيت تتكملين تقولي أريد أني أكمل لو صمتي مثلا 11 و 12 و 13 و 14 و 15 مثلا أيضا طيب تقولي لا أنا أبغى أصوم من يوم 13 أيضا هذا فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه و آله وسلم أم نايف من الكويت تقول عندي بنت أختي أعطتني أغراض أنا حلفت ما أخذها و هي حلفت إلا أخذها و تقول أنا أحلف و هي تحلف و بعدين راحت بنتي و جابتها هل علي كفارة أم نايف بارك الله فيك أنا أولا نقدم لك نصيحة لك و لبنتي أختك نصيحة و هي النصيحة واحدة تتركون الحلف و لا تلجؤون إلى الحلف إلا إذا احتجتم إليه لأن الله تعالى قال و احفظوا أيمانكم و الإنسان إذا تساهل بالحلف بالله عز وجل صار يحلف بالحق و الباطل و الصح و الغلاط و بالشيء اللي يحتاج و بالشيء اللي ما يحتاج و الإنسان مطالب بأن يعظم الله عز وجل و من تعظيم الله إني ما أحلف إلا إذا احتجت إلى ذلك هذا الأمر الأول أمر الثاني بالنسبة إذا تحالف أثنان كل يقول أقسم أثنان كل يقول أنت خذ وأنا ما أخذ و واحد منهم أخذ أو ترك على ما حلف على فعله أو أخذ على ما حلف على تركه عليه الكفارة أنت الآن صورة المسألة تختلف أنت ما قلت البنتك روح يجيبيها ابنتك من طوع نفسها و من اختيارها راحت وجابت الشغلة هذه راحت وجابت الشغلة هذه أنت ما عليك شيء لكن أنصحك أنك ما تأكلين منها إن كان أكل و لا تستعملينها إن كان مما يستعمل يعني خشة أن تكوني قد استفدت من هذا و تركي لبنتك تتصرف في هذا الأمر أم سعيد من العين تقول هل يجوز يعني وضع نشان على القبر حتى يتعرف العيال على قبر يعني ميثنا تقولوا يعني أساس يدعون لو ينظفون القبر يضعون حاجز أم سعيد بارك الله فيكي بالنسبة لي أحكام القبور مثل ما ذكرت أنا قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك جملة من المخالفات عند الناس بسبب الجاهلية و منع الزيارة و يعني شدد على الناس في هذا حتى اتضحت معالم الأمور بعد ذلك سمح النبي عليه الصلاة والسلام للناس في قضية الزيارة و التعامل مع المقبورين منها أولا أن القبر ما يرفع أكثر من شبر النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه و زوج ابنته ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض يعني رفعه مقدار شبر مقدار شبر هذا الشبر من الإبهام إلى الخنصر هذا يسمى شبر هذا الأمر الأول أمر الثاني بالنسبة لتعليم القبر بعلامة حتى الإنسان يعرف قبر ميته يجوز بالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان بن مضعون كان يلقب بالسلف الصالح و بكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام و لما دفن أتى بحجر كبير و وضعه عند القبر قال أتعلم به قبر أخي حتى أعرف قبر أخي فيجوز وضع حجارة النشان اللي ذكرتي النصائب اللي من هنا من هنا و عليها رقم مثلا يجوز نص العلماء على جواز ذلك هذا تعليم قضية أنه والله يضعون حواجز أنا ما فهمت يا أم سعيد ما معنى الحواجز قصدقت حواجز ترابية يعني على أساس يمنعون الشيء الذي يؤذي القبر ما فيه شيء يعني يضعون حاجز حتى ما يجي الماء مثلا يدخل على قبر مثلا ما فيه شيء أما أنه يجيبون سياج مثلا أو يجيبون حواجز حديدية أو خشبية أو إسمنتية لا أما قضية تراب فقط يحددون فيه القبر حتى يحافظون على تربة القبر ما فيه شيء ولله الحمد ولمن هم سالم سلام عليكم أبو سالم سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته كيف حالك يا شيخ مرحب ومسهلا الله طويل عمرك إن شاء الله عمرك طويل على الطاعة فهل عمرك حنا صبت التاسع والعاشر يعني البعض اليوم البعض ثلاث يام هل هيك يعني الأيام بيظل كمل لنا إن شاء الله بعدها أنا أعيد الخط من العين يقول لأني لازم السألات ثلاث السألات لأنه على حين من شهرت ما حصل الخط من شهرت تتصل يعني من شهرت تتصل تقول زحمة زحمة يا بو سالم زحمة بس لا قل له من السألات يعني طيب عمر عمر وش عندك من سؤال الآن عمر وش عندك من أسئلة الآن أسئلة طال عمرك بشهر الجبر هل لحصة هذا الصغير يحط على القبر أي يوز إلا ما يجوز إن شاء الله تلب من القبر القبر يعني بحصة صغير هذا أي نعم عن يشل للأغبار نعم نعم طيب بذلك الله خير وضول عمرك مرحبا بو سالم مرحبا أم سلطان سلام عليكم الشيخ عليكم السلام سلام الشيخ بيسؤالين سؤال أول هل يجوز هذا الدعاء اللهم اقفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي هذا الدعاء والثاني يعني بيت ورثاء وهذا البيت نحن عرضين يعني عرضين للبيع بس هم أجر يعني من سنتين على بس هل يجوز إليه يعني هل ذكاء إليه إلا ما فيه إن شاء الله شكرا مرحبا مرحبا حنان السلام عليكم شيخ عليكم السلام يا شيخ السؤال الأول هل الموت عندهم أحوال مختلفة هل يمرون بأحوال ولا فقط مجرد حساب وبعدها روضة من الجنة أو حفرة من النار الله يعيدنا آمين السؤال الثاني بالنسبة لتفسير الأحلام هل تفسير الأحلام يستند على كتاب الله على القرآن فقط وهل في ناس يعني عندهم هذه الهبة أو يعني يعني ربنا مختصهم بهبة إن هم يفسروا الأحلام ولا فقط الاستناد عن طريق القرآن طيب وهل الشيطان يتمثل بالموت آم وآخر سؤال بالنسبة لها لما آجي أصلي السجادة اللي عندي طبقين فعاليها شوية هل هذا يجل أو لا شاء الله يا حنان الله يعافيك يا شيخ ودعواتك يا شيخ الله يحفظنا وإياكم يصرمون ربكم يا رب أم نايف من الكويت بارك الله فيها لا خلصنا من نايف وخلصنا من أم سعيد الله المستعان طيب أم سعيد من العين تسأل تقول كيف أستغفر مثلا لوالدي وكيف لابد أني مثلا أقول اللهم أغفر لي ولوالدي وللمسلمين أختي أم سعيد بارك الله فيك بالنسبة لمن أراد أن يخص والديه بالاستغفار يقول اللهم أغفر لي أبي اللهم أغفر لي أمي اللهم تجاوز عن أبي اللهم تجاوز عن أمي اللهم أغفر لهما اللهم أغفر لهما اللهم أرحمهما اللهم وسع لهما في قبريهما اللهم نور لهما في قبريهما اللهم أفسح لهما في قبريهما اللهم أغفر لهما هذا بش اللهم أغفر لي أبي كلمة هذه اللهم أغفر لي أبي أنت تقول يا رب اغفر لي أبي جميع ذنوب يا رب اشتر على أبي جميع ذنوب يا رب يغفر لأمي جميع الذنوب و استر عليها جميع الذنوب فقط ما اخت الفاضلة من فضل الله علينا أن دين الإسلام دين يسير و معتدل ما عندنا تشدد ما عندنا شيء إذا جاء الإنسان يفعل من دين الله يتشدد و يتنطع و يتكلف لا 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 أبدا و انتجاز الله مغفر لي أبي و أمي يكفيك يا هذا الاستغفار يعني ما عندنا شيء والله الإنسان لازم إذا جاي استغفر لازم يكون فيه هيئة معينة و حالة معينة و وضع معين و مكان معين أبدا لما تجد حطي راسك على السرير و أنت تنامي يا رب يغفر لي أبي و أمي بس هذه أنت استغفرت لهم إذا سجدت اللهم اغفر لي والدي أو إذا مثلا واحد منهم متوفي اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر لي أمك الاستغفار للمسلمين و المسلمان هذا الأجر لك فيه عظيم كل من استغفر لجميع المسلمين و المسلمات يوكل الله على رأسي الملك يقول و لك بمثل ذلك بارك الله فيك أم سعيد من العين تسأل تقول يعني أنا أبكي أحيانا بيني و بين نفسي مثلا على موتاي ما حكم ذلك أم سعيد بارك الله فيك أولا بالنسبة للبكى غير ممنوع على الميت البكى على الميت غير ممنوع و الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم لما مات قال العين تدمع و القلب يحزن و لا نقول إلا ما يرضى الرب و إن على فراقك يا إبراهيم و لمهزنون بكى على عثمان بن مضعون اللي كان يلقب بالسلف الصالح بكى على ابن ابنته أحد بناته كان عندها طفل صغير و يحتضر فوضعه بين يديه كأن نفسه شن معلقة شن يابسة تقعقع فبكى فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله لأن العرب دمعتهم عصية صعبة قال ما هذا يا رسول الله قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء و لذلك ما في شي اللي في شي البكاء المصحوب بالنحيب و الجزع و الاعتراض على قدر الله هذا ممنوع و لذلك قال عليه الصلاة و السلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه الممنوع أن الإنسان طوال حياته يبكي على ميته لا عندنا الحزن مؤقت الحزن محدد الحزن يعني لا يكون دائم و إنما في ظرف زمن معين أما قضية الواحد يقعد طوال عمره يبكي على ميته هذا من شأن أهل الجاهلية و النبي عليه الصلاة و السلام خالفهم في مسألة العزاء و من جملة ذلك قضية البكاء حتى كانت بعض العرب يقول يوصي زوجته إذا مت فانعيني يا ابنة معبدي و افعلي كذا و شقي علي الجيب يقول إذا أنا ما مت فانعيني يا ابنة كذا و شقي علي الجيب يا ابنة معبدي و كان يصوم بهذا و لذلك قال لنا إن الميت لا يعذب ببكاء أهل لأنه هو الذي أوصى هو اللي قال لي أهل ابكوا علي لا تفرحون كذا فالذلك تلفظة إذا كان ببكاء بشكل طبيعي تذكرت والدتك يوم من الأيام و دمعت عينك ما فيها شيء ما فيها شيء أما يوميا على طوال الدهر مثل ما يفعل بعض النساء لا هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة و السلام و الإنسان ما يملك عواطفه يعني الآن امرأة مثلا شخص توفيت أمه من عشر سنوات و سبحان الله تذكرها في موقف بكى ما فيها شيء واحد أبوه مات من عشرين سنة أو ثلاثين سنة و تذكر موقفه و بكى ما فيها شيء اللي فيه شيء يوميا بكى يوميا حزن يوميا ندب و العياذ بالله هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه و آله و سلم أبو سالم من رأس الخيمة يقول أنا صمت التاسع و العاشر و الحادي عشر يقول هل يمكن أن تحسب لي من الأيام البيض أخي أبو سالم تقبل الله منك صلى الله جل و علا أن يثيبك على صيامك أولا صيام عاشرة يكفر ذنوب سنة كاملة و لله الحمد و المنة كما جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة و السلام هذه نعمة من نعم الله و صيامك التاسع مع العاشر اتباع لسنة النبي عليه الصلاة و السلام صيامك التاسع و العاشر و الحادي عشر و أنت نويت في قلبك أنك تصوم عاشرة و تصوم الثلاثة أيام من كل شهر أرجو الله جل و علا أن يكتب لك أجر صيام ثلاثة أيام من كل شهر لأنه جاء في الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي عليه الصلاة و السلام قال و صيام ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت جمهور الفقهة يحملون هذا المطلق على المقيد في حديث أبي هريرة 13 و 14 و 15 لكن هناك مذهب من المذهب الفقهية المعروفة يذهبون إلى أنه لو صام ثلاث أيام من كل شار فيجزئه ولذلك إذا نويت النية هذه اجتمع لك أجر هذه العبادات أبو سالم من رأس الخيمة يقول هل يجوز وضع الحصة الصغير على القبر للمحافظة عليه أبو سالم بارك الله فيك الجواب نعم يجوز أخذ الحصبة يسمونه البحص هذا الحصبة الحجر الصغير و فرشه على القبر حتى يتلبت تراب القبر و ما تسفه الرياح و لا تؤثر فيه الأمطار نعم يجوز و قد كان هذا معروفا في عهد النبي عليه الصلاة و السلام بل ذكر من وصف قبر النبي عليه الصلاة و السلام أنه فرشه بحصباء حمراء يعني فرشه بمثل هذه الحصباء فيجوز رش القبر لتلبيد التراب و تيبيسه لا لغرض آخر يعني بعض الناس الآن يعتقد أنه يرش القبر حتى يبرد على صاحب القبر هذا غلط هذا غلط المسموح فيه أن يرش الماء حتى يتلبد التراب و ييبس ما تأثر فيه الرياح و الأمطار و كذلك وضع الحصبة البحص هذا الذي سأل عنه أبو أبو سالم يوضع أيضا و يفرش على القبر هذا جائز و لله الحمد و المنه أم سلطانه من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أني أدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي و أسع لي في داري و في رزقي أختي الفاضل أم سلطان نعم هذا دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة و السلام تدعين فيه بعد في كل سجد مثلا من سجدات الصلاة في الفريضة و في النافلة تدعين به بعدما تنتهي مثلا من صلاة الضحى و تجلسين مثلا بعد ذلك حابة تذكرين الله عز و جل تأتين به في يعني ما ورد في توظيفي في بعض الأزمان كل هذا جائز هذا من الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم أم سعيد بارك الله فيها تقول يعني عندنا بيت ورثة تقول نحن عارضينه للبيع و لكننا مأجرينه هل فيه الزكاة أم سلطان بارك الله فيك بالنسبة لهذا البيت المعروض للبيع إذا كان عرضتموه للبيع و مر عليه سنة كاملة و ما بعتوه يجب عليكم أن تقيمونه و أن تخرجوا زكاة قيمته تخرجوا زكاة قيمته لأنه عرض من عروض التجارة و الزكاة هذه تأخذ من الإيجار على حسب حصة الورثة يعني مثال أنتم الآن عندكم بيت قيمته مليون واضح قيمته مليون أجاره أجاره مائة ألف أجار البيت مائة ألف الآن عرضتوه للبيع مر 12 شهر ما بعتوه يجون الناس و أنتم راغبين بسعر أعلى و ما بعتوه آخر السنة يجب عليكم أنكم تزكونه كم قيمته قلنا مليون كم زكاة 25 ألف 25 ألف تأخذ هذه من الإيجار اللي هو المائة ألف و يبقى 75 ألف توزعونه على توزعونه على على بقية الورثة على حسب أنصبتهم للذكر مثل حفظ الأنتين و إذا كانت زوجة تأخذ الثمن بارك الله فيك و أيضا الأجر هذه تزكونها إذا استلمتوها في أول السنة تنتظرون بها سنة كاملة يعني 12 شهر تستقبلون فيها إذا استلمتوها في آخر السنة تزكونها مباشرة تزكونها مباشرة بارك الله فيك يوم سلطان أبو سيف السلام عليكم عليكم السلام أحمد الله أزاك الله خير يا شيخ على ما تخدمي من العلم في النار حياك الله يا أبو سيف الله يجدك خير في عندي سؤال كنا مسافرين يا شيخ سلطنة عمان عن طريق البار نعم كملنا أسبوع و كنا نجمع و نقصر يوم ردينا دخلنا الحدود دخلنا حدود الإمارات و يدل المغار أنقسمنا قسمين عادة الجماعة عندي يقول لنا نجمع و نقصر و أنا قلت لهم لا بس كفي نصلي صات المغرب لأن البيت يبعد عن الحدود 20 كيلو بس يعني نروم نلحق صات العشاء هنا نعم ما أدري هلأ اللي سويت أنا صحة أو الجماعة الأخوة اللي عندي كانوا صحة جمعوا و قصروا هم جمعوا و أنت ما جمعتوا و قصرت أنا صليت المغرب و خلاص في الحدود ها في الحدود قبل البرايمي لا لا حدود مزيد مزيد ايه تبعد عن البيت 20 كيلو تقريبا بس إن شاء الله يا أبو سيف الله يجي معرحبوا مسهلا أم محمد السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا فضلت الشيخ زوجي بيلعب ألعاب إلكترونية على الكمبيوتر هي بيبقى فيه معا شباب كفريق يعني منافس فريق تاني فالفكرة أنه هو مدة مثلا حوالي 3-4 شهور تدخل معهم بنت في الألعاب أنا مش مرتاحة للوضع حسن وغلط هو بيقول لي أنا مش بشوف شكلها يعني هما يستخدموا طيارات في اللعب يعني كفريق يعني كل واحد معا طيارة وبيعب بيها وكده فهو مش بشوف شكلها أو قد هي بكون خطحة الكاميرا هما مجموعة يعني كل واحد من دولة وهي تمن من ألمانيا بس أنا مش مرتاحة حسن وفي حاجة غلط هو بيقول لي يعني احنا مش بنفسها احنا كل واحد يقول طيارته والعاب يعني بنفسه فريق ثاني وكده فأنا بس عايزة أعرف يعني ده يعني أنا بقول له أنا حتى أنه مش صح يعني حتى أنه ما يرضيش ربنا هو بيقول لي أنا يعني احنا دي لعبة يعني كفريق ومش بيتعامل معها دايركت يعني إذا مثلا أوقات هي تبعثوا رسائل على الخلص تأكدي أنها رسائل ما بهش أيدي يعني بس تقول له مش تقدر تلعب بكرة مش تقدر تلعب بعدين فلو حتى تفهمنا بس يعني اللي بيحصد ذا يعني صح والغلط يعني الحرام والحلال شكرا شكرا أهلا وسهلا شكرا مريم نعم فضل يا مريم السلام عليكم عليكم السلام أهلين يا شيخ مرحبا شيخ تؤالي بخصوص سفر المرأة أي هل يجوز من المرأة قيادة السيارة بدون محرم أن يكون من المرأة راس الخيمة إلى مرأة راكشارج دبي وهل تعتبر هذه المسافة سفرا ولا يعني إن لم تعتبر سفرا هل يجب علينا تطهم الطلوات المفروضة في الطريق شكرا يا مريم شكرا يا شيخ مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة الأخت حنام من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للموت هل يكونوا في حال واحد أم يتقلبون في أحوال أختي حنام بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة لأحوال البرزخ هذه من الأمور من أمور الغيب البرزخ من أمور الغيب ولذلك لا يجوز لإنسان أن يتكلم في أمور الغيب إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ لأن الغيب هو ما غاب عنه من الماضي أو المستقبل مثلا ولذلك الله عز وجل ذكر من صفات المتقين من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب قال تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والغيب هو الرجوع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي جاء في الكتاب والسنة إثبات عذاب ونعيم القبر فالقبر إما روض من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران وهذا القبر يسمى هذه الحياة تسمى الحياة البرزخية والبرزخ في اللغة هو الحاجز بين شيئين فهو حاجز بين الدنيا وبين الآخر ومن مات قامت قيامته إذا مات الإنسان قامت قيامته لماذا؟ لأنه ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء ولذلك في القبر الإنسان إما في نعيم وإما في عذاب إما في نعيم وإما في عذاب والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القبر إما روض من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران وقد أطلع الله نبي عليه الصلاة والسلام على أحوال أهل القبور ورأى من يعذب منها أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فيه كبير أما أحدهم فكان لا يستبرئ من بوله وفي لفظ لا يستنزه من بوله وفي لفظ لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة النميمة الكلام اللي فيه إفساد والعياذ بالله ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لمن في القبور أحوالهم واحدة من حيث النعيم ومن حيث العذاب أما المنعم فتفتح له طاق إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها ويقال له نم نومة العروس فيتنعمه في قبره وأما والعياذ بالله من استحق العذاب والنار بسبب كفره وشركه أو بسبب ذنوبه ومعاصيه فتفتح له طاق إلى النار يأتيه من سمومها وحميمها ويأتيه من سميمها ومن رائحتها والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة وجاء في بعض الآثار صححها كثير من أهل العلم أن أهل النعيم يتزاورون أهل النعيم يتزاورون يعني أرواح المنعمين يزوروا بعضها بعضا ويسألون من يأتيهم فمن يأتي يسألهم أين فلان فيقولون ما رأينا قال أكيد أخذ به إلى أمه الهاوية نعوذ بالله يعني هو يقول هذا مات قبلنا ما أشوف معاكم هكذا المعنى فيقولون ما رأينا قال أكيد ذهب به إلى النار نسأل الله العافية والسلامة سأل الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة والمقصود اغتفاضلة بأن هذه من الأحوال وهذه مروية هذه الآثار مروية بأسانيد يعني صحها كثير من أهل العلم ولا يمنع أما أهل من يتعدى فهو مشغول عن هذا يعني الذي فيه عذاب والعياذ بالله ما يسأل عن الآخرين انتقلوا إلا ما انتقل لماذا؟ لأنه مشغول بعذابه نسأل الله العافية والسلام ولا شك بأن من يعذب على شركه وكفره أشد وأعظم ممن يعذب على الكبائر كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا ومثلا بقية الكبائر فرق يعني إذا كان الإنسان مسلم ولكن لقي الله بكبائر يعذب عليه هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله فإذا عذب عليه لا يكون عذابه كعذاب المشرك بالله أو الكافر بالله عز وجل يعذب على قدر هذا الذنب والنبي عليه الصلاة والسلام أراه الله جل وعلا جملة من المعذبين الذين عذبوا بسبب كبائر ذنوبهم وخطاياهم بارك الله فيك حنان من السعودية تسأل تقول بالنسبة لتفسير الأحلام يعني هل هو المرجع فيه فقط والمستند كتاب الله هل هو يعني شيء يهبه الله أم ماذا أختي حنان بارك الله فيك أولا بالنسبة لتفسير الأحلام هذا أمر جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الملل والأمم يعني يأخذون بتعبير وتفسير الأحلام لكن يختلفون من حيث الصحة وعدم الصحة من حيث الصواب وعدم الصواب وإلا الجميع متفق على أن الأحلام هذه آية من آية الله وأن هناك من يعبر الأحلام من يعبر الأحلام وجاء ذكر الرؤى في القرآن يعني في مقامات منها في سورة يوسف عليه السلام ومنها الرؤية قال جل وعلا وما جعلنا الرؤية التي أريناك التي جاءت الرؤية في مسألة العمرة عمرة القضية والمقصود بأن الله جل وعلا ذكر الرؤية في القرآن و أما في السنة فهو كثير و لذلك النبي صلى الله عليه و آله و صحبي وسلم كان إذا سلم من صلاة الفجر و انتهى من الأذكار يجلس و يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم اليوم رؤية أو الليلة رؤية؟ فإذا رأى أحد رؤية قصها على النبي عليه الصلاة والمعبرها و كان من أشهر المعبرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعبر الرؤى هذا من حيث الأصل و العلماء أكثر الناس تعبيرا للرؤى بالنسبة للعالم خاصة الذي لديه رصيد قوي من أدلة الكتاب و السنة و أيضا لديه رصيد قوي من معرفة القياس الصحيح قياس خاصة ما يتعلق بالقياس يوفق إلى هذا بالنسبة لي تعبير الرؤى له أحكام كثيرة أولا لا يجوز الإنسان و يحرم عليه أن يكذف الرؤية يقول رأيت و لم يرى فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أرى عينه يقول عليه الصلاة والسلام إن أفر الفراء أن يري الإنسان عينه ما لم ترى و جاء في الحديث الآخر الصحيح من أرى عينه رؤية يعني لم يرها كذب في الرؤية أمر أن يعقد بين الشعيرتين و لن يفعل و هذا من باب التعذيب له الأمر الثاني لا يجوز للجاهل أن يتصدى لتعبير الرؤى فإن الرؤية فتوى و لذلك سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس قيل له أن يعبر الرؤية كل أحد قال أب النبوة يلعب أب النبوة يلعب لأن الله تعالى قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فلا يجوز الإنسان يقول أتوقع أو يمكن لا لا يجوز إنما يلجأ فيها إلى العالم بالتعبير الأمر الآخر أيضا الرؤية اختلف العلماء عفوا تعبير الرؤى هل هو وهبي أم كسبي من أهل العلم من ذهب إلى أن الرؤية لأن تعبير الرؤى أمر وهبي هب من الله يختص بها من يشاء من عباده هكذا قال كثير من أهل العلم و من أهل العلم قالوا لا هي كما أنها وهبية تكون كسبية ما معنى كسبية يعني ممكن للإنسان التي توفرت هذه أدوات الفهم والتعبير ممكن أن يكون معبر يعني كسبه لقواعد التعبير قواعد التعبير وهذا يعني أمر يعني قد ينجح فيه شخص ولا ينجح فيه أشخاص ولذلك تلفاضل المسألة فيها كلام لأهل العلم ما بين كونه وهبي أو كسبي لكن عموما يجب على الإنسان أن يتق الله و أن لا يتخرص في التعبير و يقول الله يمكن كذا و يمكن كذا ينتبه لهذا الأمر أيضا الرؤى منها ما هو مفرح و منها ما هو محزن الذي يراه الإنسان من الأمور المفرحة يحمد إلا عليها و يسأل الله من فضله و لا يخبر بها إلا أثنين عالم أو محب اللي يحبه مثلا يخبر يقول رأيه كذا حتى لا يحسده الناس لأن الناس يحسدون حتى على الرؤية و أين أنتم من إخوة يوسف ماذا قال يعقوب يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة إن الشيطان الإنسان عدو مبين من تحب مثلا و تسأل عالم ما تسأل جاهل أما إذا رأى ما يكره فأولا يدفل عن يساره ثلاث مرات و يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم و يستعيد بالله تعالى من شر هذه الرؤية و يغير جهة نومه و يتوضأ و يصلي و لا تضره بإذن الله و أحب التنبيه على ما يعني يقدم عليه كثير من الناس من قضية التعبير عن طريق المواقع المجهولة يأتي إلى الإنترنت موقع مجهول ما يعرف من وراءه ثم يحط الرؤية و يطلب الجواب و هذا حقيقة أمر غاية في الخطورة لا أب النبوة يلعب و ما تدرون من خلف هذا من خلف هذه الشاشة خلف هذا الموقع كثير من الضلال حصل بسبب الرؤى في من الناس من تطرف و وقع في الغلو و التكفير و التشدد بسبب تعبير مغلوط من واحد جاهل قال له أنت ستكون كذا و كذا و ربما خرج على الناس بالسيف و ربما كفر المسلمين كثير من الناس ربما يتلاعب به الشيطان فيرى رؤية و يعبرها جاهل فيترك الفرائض أو يقع في المحرمات و هذا كثير اللي يستقرأ التاريخ و يستنطق الواقع يجد بأن هذا كثير حصل فلذلك حبيت أنبه يعني مستثمرا سؤال للأخت حنان حول هذا الموضوع الحساس تنتبهون ما يضع الإنسان رؤياه في الانترنت و يطرب الجواب ما يسأل إلا أهل العلم بارك الله في الجميع سبحان الله المخرج يقول انتهى الوقت و أنا والله استرسلت الظاهر قليل لكن عموما إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أكمل بقية أسئلة الأخت حنان و كذلك أبو سيف بن العين أم أحمد بن أبو ظبي و مريم الرأس الخيمة استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة